السلام عليكم هذا التصور اللي صبت لكم هذا السيدة اطلقوها في البطوار لحوها واحد جوج عيالات جابوها في الليل وحطوها في واحد الدريبة ما في البطوار حطوها بالاشيز غولونت بالكروسة ديالها وبالكشة ديالها والمرانقية بين النقية ولكش ديالها وفيهم واحد الخنشة ديال بيم احنا فقادير معناش بيم انا قلت هاد السيدة غتكون مشي بلاد اخرى وفعلا السيدة من اسفي كتقول بناتها بجوج اللي جابوها احطوها وكتقول بان هاد جوج البنات رحم ربيهم وبانها عندها الضرف اسفي واللي شف هاد السيدة واللي عرفها واللي عرف هاد البنات السيدة ده براكينا في الحسن الثاني في سبيطر الحسن الثاني وها هي الصورة ديالها ورا بغى بناتها ورا بغى تمشي لدارها وبغوا الناس يديوها العجازة لدار العجازة وهي كتقول بان عندها دارها وبها ان هادو كل بنات مربيهم وكبراتهم حتى ولوا كبار وما بغوا هاش وهم اللي جابوها وحطوها والسيدة في كامل قواها العقلية كتهضر وكتكلم وكل شغل هي مسكينة ما كتشوفش وها هي الصورة ديالها في البرد ما عرفوها غد تموت ولا غد يكلها شي شي يجمعوا ليها الكلاب ولا يقتلها شي حد ولا خلوها بلا رحمة بلا شفاقة خلوها في واحد دريبة في الشارع غير الناس اللي اعتقوها ودخلوها عندهم للدار حتى للصباح وفي الصباح جابوها للصبيطة الحسن ثاني ورا هي كاينة عيشة والله يعطيكم استر عاونوني بالبرتاج تعاونوا باش هاد السيدة توصل بالأسطها الحقيقية وتمشي لدارها وما تبقاش مكر في صوم اليوحة وإلى دارة الخير ما يرجعش لي أبو مزوي إلا ربت هاد البنات وكبراتهم أمو واسميتو فالأخر يمشي ويلوحوها هاد الشرع حرام وعيب واللي وصلنا الواحد وحد المستوى دي الانحطات وصلنا الواحد المستوى ما فيه ما يتشاف من اللي ولادها دورها ولادها كيتما ولادها من الربته من الصغر حرام وعيب وحشوما